قطر طلعت بيانات او شائعات او غيره انه مصر يا جماعة الحق مصر فيها وباء وكذا وكذا القصة دي الحكومة القطرية ومعرفشكم عندهم حكومة المهم القطر يعني قالت انه مصر فيها وباء مين اللي بيمشي مع قطر الاخوان في كل مكان يا عم عندناش يقولك ليه عندكم خلاص عندنا صحيفة زاسان البريطانية قالت هل مصر امنا للسفر ده سؤال قالت الصحيفة لا توجد قيود سفر حالية الى مصر بسمة فيروس كورونا وقطر فقط هي من اوقفت رحلاتها الى مصر واضاف هناك تفشي مستمر للفيروس في الصين نشأ الفيروس في مدينة وهان بمقاطعة في الصين ولكن تم تأكيد حالات في اجزاء اخرى من الصين وفي بعض البلدان الاخرى بما في ذلك حالة واحدة في القاهرة الصحيفة قالت لن يضطر البريطانيون الذين يتوجد لمصر خضوع لحجر صحي عند عونات من المملكة يبقى بريطانيا قالت ايه اللي يسافر مصر ويرجع بريطانيا عادي ده اللي احنا بنقوله ويا رب يحفظنا لانه الموضوع يا جماعة هو الموضوع انتو عارفين الموضوع اخذ الواحد يعني موضوع كورونا لو بيجي يقولك تفشوا ومش تفشوا وغيره انتو عارفين معناها ايه احنا في مصر الحمد لله ربنا حافزنا ربنا ساطرنا يعني ربنا ساطر ال ربنا ساطرنا فاخنا المفروض نقول الحمد لله عندي عندي عدد سكان كبير وعندي ظروف صحية وعندي 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 كمان الحمد لله مصر في الواحد millennium ففيش مشكلة عندي كتير حتى لو فيه ربنا يصحح فظنا يعني سياحة وشغل وأشغال ناس بتعطل وغيره الموضوع مرتبط بحاجات كتير جدا فإحنا لما نيجي بنتحامة يعني على بلدنا في مبررات كتير جدا ما إحنا لسه ما صدقنا نقف على حيلنا يا جماعة ما صدقنا نقف على حيلنا وربنا معانا ويقولوا يا رب نقول يا رب إمبارح أنا قلت جدار الفتاة مطلعة دعاء بتقوله وبعض المشاكل بقولك يا جماعة اعمي كذا وكذا وكذا بعض الناس قلت لك يعني أنت ضد الدعاء هو أنت ضد الإجراءات ضد كذا يا عم والله لا ده أنا يا رجل والله يا رجل بصلي بصلي فروض ربنا الخمسة ومتوضي دائما أنا لا تقعد معكم متوضي عشانكم مفاهمين الحاجات دي محدش عرفك لربنا أصلا مش المفروض أقول هذا الكلام مش المفروض أقول أني بصلي أو ما بصليش مش المفروض تعرفني مسلم نسيح مش قصتك لكن أنا بقول للناس اللي حاولوا مبارح برضو يصطادوا يصطادوا أنا لن أقف ولا توقف لأن أنا أقول إلا لا أقول إلا الحقيقة وما أعتقد أنه صواب قلت يا جماعة قبل ما أدعو قبل ما أدعو ربنا أقول يا رب استجيب يا رب نجحني أذاكر ما نفعش تقول لي بس قول يا رب نجحني ويصحى الصبح الدعاء هو يعني ربنا سبحانه وتعالى هيسمع من واحد ما بيذاكرش ربنا هيخلي واحد ما بيذاكرش حتى لو في واحد كافر كافر لا ديني خالق ملحد وبيذاكر كويس ربنا هيطلعه الأول قبل المناسبة وقعد أنت صلي وقطع السجالة صلى وقول يا رب مش هستجيب لك لك ما صليتش دا اللي كنت عايز أقوله مبارح عايز فعل فكرة العمل اعقلها وتوكل اربطها وبعدين قول يا رب اخسل إيدك ونضف نفسك وقول يا رب ابدأ زاكر وعشان تطلع لأقول يا رب ابدأ جهز جيشك وعمل له يا رب انصرني دا اللي بقوله دعوة للتوكل على الله وليس للتواكل على الله دا اللي قلتوا مبارح ولا أقبل أن حد يبدأ يا أول الكلام مش عايزين المزايدات والنبي لأنه أنا أنا واحد بيقاعد نايم على السرير على ظهره وشغال ماسك تويتر فتحه وقاعده هو ما بيشتغل شغال موظف في مكان ما لا بيتطق الله في شغلة لا بيعملوا قاعد عمل يتكلم عمل يكفر الناس نشأة الديه دا كافر ليه لأنه رفض مبارح وقال المعصراوي مش عارف ايه نشأة بكرة الشيوخ ليه عم لأنه عمل يشتغل في القرضاوي عمل يشتغل في المعصراوي عمل يشتغل في مين ما بشتمش في حد أنا بأقيم الحج عليهم أمام الله يوم القيامة يا تافه هنقابل ربنا أنا وإنت أنا عندي وعي بفكرة الدين عندي وعي بضور المتدين عندي وعي بالإصلاح في الأرض عندي وعي بخلافة الله في الأرض عندي وعي بما جاء في الكتاب والسنة فهمه تماما وعقلي فهمه تماما وبقول لحضرتك كن لكو على غلط لأنه لو إحنا صح ما كانش ده بقى حالنا ما كانش ده بقى حالنا أنتوا بتدعوا على إسرائيل بقى لكم ستين سنة ربنا ما استجابش منكم ليه لأنكم انتم غير صدقين الدعاء نفسه مش كفاية الدعاء ضروري لكنه ليس كافي الدعاء ضروري الأسباب خذوا بالأسباب الأسباب دي موجودة في كل مكان في القرآن